اشتركوا في القناة صحيح الخطأ تضم الولاية عددا معينا من البلدية تقع الجزائر بلن خطي طول 19 درجة و37 درجة شمالا وبين دائرتين عرض 12 شرقا وتسعة غربا الرق هي سهول صخرية مثل رقة تانزرفيت الذي يمتد غرب مدينة عين صالح يمتاز مناخ البحر الأبيض المتوسط بصيف حار جاف وشتاء دافي ممطع توجد سلسلة جبال الأطلس التلي في جنوب الجزائر الجزائر هي إحدى بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط تمانين ثاني أربط كل مناخ بالوصف المناسب المناخ القاري المناخ الصحراوي ومناخ البحر الأبيض المتوسط تعيش فيه حيوانات مختلفة منها الأبقار والمعز والخيول تعيش به حيوانات عديدة مثل الأغنام والأبقار والذئاب تنمو به أشجار الأرز والصنوبر والزيتون تعيش فيه الحيوانات التي تتحمل العطش يزرعها في هذا المناخ النخيل بكثرة تزرع في هذا المناخ الحبوب خاصة القمح والشائر تمانين ثالث أكتب كل عبارة في الفراغ المناسب مستغانة سفر درجة مستغانة ثناشن درجة طول تسع درجة تمرست تسع عشر درجة العرض سبعة وعشرون درجة وثلاثة وعشرون وسبعة وثلاثون درجة لتحديد موقع ما على سطح الأرض وضع العلماء شبكة من الخطوط الوهمية أطلقوا عليها اسم الخطوط ودوائر وتقع الجزائر بين خطي طول شرقا وغربا بين دائرتين عرض وشمالا ويمر بالجزائر خطان رئيسيانهما خط غرينيتش ودرجته ويمر بالغرب الجزائر قرب مدينة ومدار السرطان ودرجته شمالا ويمر إلى الشمال الجزائر إلى الشمال من مدينة نكمل المدينة نمر للحل والتصحيح ثماني الأول أكتب صحيح أو خاطئ أمام كل جملة وأصحح الجملة خاطئة تضم الولاية عددا معينا من البلدية نعم صحيح تقع الجزائر بين خطي طول تسعة عشر وسبعة وثلاثون درجة شمالا وبين دائرتين عرض تسعتاش درجة شرقا وتسعة غربا خطأ صحيح تقع الجزائر بين خطي طول اثناش درجة شرقا وتسعة غربا وبين دائرتين عرضت تسعتاشا درجة وسبعة وثلاثين شمالا الرق هي سهول صخرية مثل رق تانزريفت تانزريفت التي يمتد غرب مدينة عي صالح نعم صحيح يمتز مناخ البحر الأبيض المتوسط بصيف حار وجاف وشتاء دافئ ممطر توجد سلسلة جبال الأطلس التلي في جنوب الجزائر خاطئ الصحيح توجد سلسلة جبال الأطلس التلي في شمال الجزائر الجزائر هي إحدى بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط نعم صحيح تمنين ثاني أربط كل مناخ بالوصف المناسب مناخ القاري تعيش بها حيوانات مختلفة منها الأبقار والمائز والخيول المناخ الصحراوي تعيش بها الحيوانات التي تتحمل العطش مناخ صحراوي يزرع في هذا المناخ الناخيل بكثرة مناخ البحر الأبيض المتوسط تعيش بها حيوانات عديدة منها الأغنام والأبقار والذئاب مناخ البحر الأبيض المتوسط تنمو به أشجار الأرز والصنوبر والزيت تمانين ثالث أكتب كل عبارة في الفراغ المناسب لتحديد موقع ما على سطح الأرض وضع علماء شبكة من الخطوط الوهمية أطلق عليها اسم خطوط الطول ودوائر العرض وتقع الجزائر بين خطي طول 12 درجة شرقا وتسعة غربا وبين دائرة يعرض 19 درجة و37 شمالا ويمر بالجزائر خطان رئيسيانهما خط غرينيتش ودرجته 0 درجة ويمر بالغرب الجزائري قرب مدينة مستغانا ومدار السرطان ودرجته 27 درجة و23 درجة شمالا ويمر إلى الشمال من مدينة تامن رصد طيب النموذج الثاني نفس الشيء في الجغرافي تمني الأول أضع علامة فيف الخانة المناسبة لكل حال يسود المناخ القاري في المناطق الساحلية تسالى الوانشاريس الظهرة من جبال سلسلة الأطلس التلي أصغر وحدة في تنظيم الهيكل الإداري هي البلدية هناك ثلاث مناخات رئيسية في الجزائر درجة مدار السرطان هي 27 درجة و23 درجة شرقا تمني الثاني هناك سلسلتان جبليتان شمال الجزائر ما هما أعطي أمثلة على كل منهم تمني الثاني أكتب كل عبارة في الفراغ المناسب الغرب كمية التساقط الشرق مناخ سلسلة الجبلية شمالاً التساقط التلية الحرارة يوجد البحر الأبيض المتواصل الجزائر في المنطقة الممتدة من البحر إلى ويتميز بوجود فصلين رئيسيان من حيث وحيث تختلف بين الشرق والغرب فهي حوالي أربعمائة مليمتر في وهران وتصل إلى حوالي ألف مليمتر في عنابة وتنمو به أشجار الأرز والصنوبر والفلين والكوروم والزيتون كما تعيش به حيوانات عديدة منها الأغنام والأبقار والذئاب التمرين الأخير كيف نحدد موقعاً ما على سطح الأرض؟ حدد موقع الجزائر على سطح الأرض الحل يسود المناخ القرية في المناطق الساحلية خطأ تسالى الوانشاليس والظهر من جبال سلسلة الأطلس تلي نعم صحيح أصغر وحدة في التنظيم الهيكلي هي البلدية نعم صحيح هناك ثلاث مناخات رئيسية في الجزائر نعم صحيح درجة مدار السرطان هي 27 درجة و23 شرقاً خطأ تمرين ثاني هناك سلسلتان جباليتان شمال الجزائر تسمى الأولى سلسلة الأطلس التلي تتكون من جبال تسالى الوانشاليس الظهراء جرجراء البيبان ومن السلسلة النومدية تسمى سلسلة ثانية الأطلس الصحراوي تتكون من جبال القصور جبال العمور أولاد نايل أورس ونمام شا تماني ثلاث أكتب كل عبارة في الفراغ المناسب يوجد مناخ البحر الأبيض المتوسط شمال الجزائر في المنطقة الممتدة من البحر إلى سلسلة جبالية التلية ويتميز بوجود فصلين رئيسيين من حيث الحرارة والتساقط حيث تختلف كمية التساقط بين الشرق والغرب فهي حوالي أربعمائة مليمتر في الغرب وهران وتصل إلى حوالي ألف مليمتر في الشرق عن نابة وتنمو به أشجار الأرز والصنوبر والفلين والكوروم والزيت وكما تعيش به حيوانات عديدة مثل الأغنام والأبقار والذياء لتحديد موقع ما على سطح الأرض الوضعية الإدماجية وضع العلماء شبكة من خطوط الوهمية أطلقوا عليها خطوط الطول ودوائر العرض تقع الجزائر بين خطي طول 12 درجة شرقا وتسعة غربا وبين دائرتين غرب 19 درجة و37 شمالا بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو وكذلك الاشتراك في القناة وصلي الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة